أعلن حزب المؤتمر أن استهداف المواطنين الأبرياء بهذه الوحشية في رفح يؤكد للجميع انتهاك إسرائيل ومخلفتها للقوانين الدولية وأضاف حزب المؤتمر أن إسرائيل تخرق الأعراف وأن اعتدائها على الإنسانية أمام العالم أجمع مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد الأبرياء لافتا إلى أن قصف المناطق السكنية برفح الفلسطينية بمثابة جريمة حرب هذا وأشار الحزب إلى أن مصر سبق وحذرت من استمرار نهج جيش الاحتلال لهذه الحرب الغاشمة ضد المواطنين الأبرياء بهدف تصفية قضية الفلسطينية